الفتى الوسيم الجزء الثاني أخذ الخطاف الفراش بين يديه وهمس إليه بكلام ثم أطلقه في الفضاء حوم الفراش لحظات ثم طار بعيدا بعيدا وهو يردد سوف لن أعود إليكم إلا مرفقا به دخل الفراش بعد رحلة طويلة إلى المكان المقصود فوجد الفتى الوسيم نائما تحت شجرة لوز مزهرة حط على يده ففتح الفتى الوسيم عيني وهمس آه ما أجمل هذا الفراش حرك الفتى أصابعه خلصة وحاول أن قض عليه لكن الفراش طار من يده وحط على بعيد خطوة من وقف الفتى الوسيم وتقدم نحوه فإذا بالفراش يهرغ ويحط على بعيد خطوات من أسرع الفتى الوسيم ثم عده لكن الفراش ظل ممعنا في الهرب قال الفتى لن أتركه يفر من يدي وظل يعد خلف الفراش ساعات وساعات حتى دخل الأرض القاحلة وبذخوله تفجرت ينبيع الماء وانبثقت الأعشاب وتفتحت أهلاف الزهور فسعد الإنسان والحيوان والنبات وأقام الجميع حفل احتفاء بمقدم الفتى الوسيم غنوا فيه أعذب الأغاني وتبادلوا أصدقت نهاني ورقصوا وفي نهاية الحفل وعد الإنسان الربيع بأن يرعى الأرض وما عليها وأقسم بأن يحافظ على خضرة الأشجارها وجمال أزهارها وعذوبة مائها وصفاء هوائها فقال الربيع سأزوركم إذا كل عام فزقسق الطير ورقص الفراش أولاً اكتشف قال الخطاف في الجزء الأول لا ترحلي أيها الطير والزهور فالربيع سيأتي حتماً أتأمل هذا الجزء ثم أجيب عن السؤال الآتي هل صدق الخطاف في وعده؟ أعلل إجابتي نعم صدق الخطاف في وعده وذلك من نجاح الفراش في جلب الربيع وإدخاله الأرض القاحلة ثانياً أتفاعل مع النص أولاً ما هي الحيلة التي اعتمدها الفراش لجلب الربيع إلى الأرض القاحلة؟ أقرأ ما يدعم إجابتي قراءة معبرة الحيلة التي اعتمدها الفراش لجلب الربيع إلى الأرض القاحلة هي الاعتماد على جره وذلك عن طريق جعله يحاول الإمساك به قال الفتى لن أتركه يفر من يديه وظل يعد خلف الفراش ساعات وساعات حتى دخل الأرض القاحلة ثانياً بماذا وعد الربيع الإنسان في نهاية الحفل؟ أقرأ ما يدعم إجابتي قراءة ملغمة وعاد الربيع الإنسان في نهاية الحفل بزيارتهم كل سنة فقال الربيع سأزوركم إذا كل عام ثالثاً فزقزق الطير ورقص الفراش رابعاً تتألف قصة الفتى الوسيم من نصين ما هو عنوان هذه القصة؟ عنوان هذه القصة هو كان الربيع فتى وسيمة من مؤلفها؟ مؤلف هذه القصة هو محمد العزي ترجمة نانسي قنقر